اهلا بكم الى ابرز اخبار المملكة العربية السعودية نبدأ من الجزيرة نت حيث عنوانات السعودية والكويت تطالبان بوقف العمليات العسكرية بالاراضي الفلسطينية وحماية المدنيين اعربت السعودية والكويت في بيان مشترك عن بالغ قلق ما حيل الكارثة الانسانية في قطاع غزة واكدتا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية كما اكدتا على اهمية المحافظة على امن منطقة البحر الاحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لاحكام القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 داعين الى ضبط النفس وتجنب التصعيد جاء ذلك خلال زيارة امير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح للمملكة العربية السعودية بحثا خلالها مع ولي العهد محمد بن سلمان الاوضاع الاقليبية والدولية ذات الاهتمام المشترك الى جانب العلاقات الثنائية وسبول تطويرها كما اكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول الى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية كما رحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الاسرائيلي باتخاذ كافة التدبير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ننتقل الان الى موقع CNN عربية حيث عنوانا جنوب افريقيا السعودية ومصر والامارات واثيوبيا وايران اكدت انضمامها الى بريكس اعلنت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندرو ان السعودية والامارات واثيوبيا وايران ومصر اكد انضمامهم الى تكتل البريكس حاليا تضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا بينما اكدت السعودية اكبر مستورد للنفط في العالم عن عضويتها فانها تجد نفسها الان في نفس الكتلة الاقتصادية حيث الصين ويثير توسع تكتل البريكس احتمالية التخلي عن الدولرة وهي عملية يتحول الاعضاء من خلالها تدريجيا الى استخدام عمولات اخرى بدلا من الدولار الامريكي في التجارة وكانت دول البريكس تتحدث ايضا عن عملة مشتركة وهي فكرة وصفها محللون بانها غير عملية وغير مرجحة في المستقبل القريب الى موقع الخليج اونلاين ايران ترد على البيان الكويتي السعودي حول حق الدرة اعلنت ايران استعدادها لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت فيما يخص ازمة حقل الدرة الغازي وذلك بعد بيان سعودي كويتي اكد عدم حقية اي طرف ثالث بالحقل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني امس الاربعاء ان طهران مستعد في اطار نتائج المفاوضات السابقة حول استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل اراش وكذلك ترسيم الحدود البحرية لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت واضاف كنعاني انه تم تأكيد هذا الامر في الجولة الاخيرة من المفاوضات شهر مارس في طهران مؤكدا مبدأ حسن الجوار واهمية سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران في الحكومة الى موقع العربي 21 ضربة جديدة لبايدن مع الغاء السعودية لخطة زيادة انتاج النفط يشكل قرار السعودية بالتخلي عن زيادة انتاج النفط ضربة جديدة للرئيس الامريكي جو بايدن مما يؤثر على العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في مجال النفط فقد تخلت شركة ارامكو السعودية اكبر منتج للنفط في العالم عن خطة لزيادة طاقتها الانتاجية من 12 مليون برميل يوميا الى 13 مليون او الى 13 مليون على رغم من تهديد الرئيس الامريكي سابقا لها بعواقب اذا استمرت في الضغوط على العرض في حين تعد البلايات المتحدة ايضا من كبار مصدري النفط والغاز وهو الدور الذي اكتسب اهمية اكبر بعد ان اجبر غاز فلاديمير بوتين لاوكرانيا قسما كبيرا من اوروبا على استيراد الغاز الطبيعي المسال الامريكي بدلا من الامدادات المنقولة عبر الانبيب من روسيا فقد قام بايدن الاسبوع الماضي بتجميد الموافقات على محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة ربما يلعب في توقيت قرار السعوديين بخفض الطاقة الانتاجية مما خلق تهديدا جديدا للامدادات العالمية المهددة بالفعل من قبل الحوثيين الذين يطلقون النار على السفن في البحر الاحمر ما يجبر النقلات التي تسافر بين الشرق الاوسط واوروبا على اتخاذ الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح بدلا من الاختصار عن طريق قناة السويس في حين تعمل السعودية بكثافة في خطة لإبعاد اقتصادها عن اعتماده على الوقود الاحفوري في إطار رؤية 2030 إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة شكرا لكم وإلى اللقاء